قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن مؤسسات الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول للأزمة بالسودان الشقيق لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين هناك تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال ترأسي الاجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن الدولة تبذل قصر جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لوقف العنف وصراع الدائر حاليا في السودان لفتا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم الوزرات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات الإجلاء حيث تقدم رئيس الوزراء بتعزي لوزارة الخارجية وأسرة الفقيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة مصر بالخرطوم الذي استشهد الإسنين الماضي وخلال الاجتماع تم عرض الإجراءات المتخذة تجاه طلاب المصريين المتواجدين في السودان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر